بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين من محاسن الأداب اللي علمها لنا القرآن الكريم من كلام رب العزة سبحانه وتعالى وإلا أرشدنا إليها كمان سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها بفعله عند الدعاء إن إحنا دائما لما ندعو نتخير من الدعاء قدر طاقتنا جوامع الكلم جوامع الكلم يعني بندعو الله سبحانه وتعالى بصيغ من الدعاء هي عبارة عن إنها كلمات قليلات لكنها تتضمن من المعاني والخير الكثير يعني جامعة يعني شاملة لكل معاني الخير وما يحتاج إليه الداعي في دعوته وفي سؤاله لربه سبحانه وتعالى فيدعو الإنسان بجوامع الكلم وبما يحقق للإنسان الخير العميم النافع في الدنيا والآخرة ومن أهم هذه الدعوات الجامعات من جوامع الكلم التي أرشد إليها سبحانه وتعالى والتي كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا يكثر من الدعاء بها دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والمتأمل في سياق الآيات اللي جاء فيها هذا الدعاء أنه ورد هذا الدعاء في ختام ما جاء الكلام عنه من أحكام الحج في القرآن الكريم وإحنا بنختم شهر رمضان المبارك ونحن في آخر يوم من هذا الشهر العظيم أحرى بنا أن نختم شهرنا الكريم بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جاء هذا الدعاء زي ما قلنا لحضراتكم في سياق الإرشاد إلى ختم العبادات بذكر الله تعالى ودعائه الله سبحانه وتعالى يقول في خصوص الانتهاء من عبادة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم فترشد هذه الآيات المباركات إلى أنه عندما تنتهون أيها المؤمنون من القيام ومن الانتهاء من أعمال عبادة الحج وتفرغوا منها طبعا بأنكم لأن الآيات جاية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وتكملت الآيات اللي احنا تلوناها على حضرتكم بأنه أيها المؤمنون لما تفرغوا من تمام أداء أعمال الحج وبعد كده برمي جمرة العقبة وأنكم تطوفوا وبعد كده أصبحتوا في أيام التشريق اللي هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى عليكم بقى في الأيام دي أن أنتوا تكثروا من ذكر الله تعالى لأنه هو الموفق الجدير بأن تذكروا جل جلال الله وأنه هو الموفق الذي أعانى ويسر وهدى إلى أنكم تقدروا تقوموا بهذه العبادة وأنكم كمان تتموا أداء هذه العبادة ودي نعمة تستحق الشكر ومن الذكر الشكر إن الإنسان يشكر الله كذلك بكثرة ذكره فاذكروا الله اذكروا بالتحميد نقول الحمد لله والتمجيد والتهليل والتكبير فنقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله ونبذل الجهد في كثرة الذكر بعد تمام العبادات اللي بنقوم بيها عشان كده احنا بنقوم وهيبقى فيه الصلاة العيد ومن السنة إنه التكبير بيبتدي وإحنا بنبدأ فيه التكبير ومن ليلة العيد بنبتدي نكبر لغاية ما نروح للمسجد فإحنا بنكبر وبنكسر من الذكر ليه؟ لأن إحنا فيه ختم عبادة ختم عبادة الصيام هذا الركن العظيم فنكبر الله على ما هدانا إلى أنوار الحق ونكسر من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والتمجيد لله العظيم إلا هدانا إلى أنوار الحق ربنا قال نذكره ونكسر من ذكره وبعدين قال كذكركم آباءكم المعنى هنا يتجه إلى كثرة ذكر الأباء والأمهات إما في حال الصغر وإما بالمخاطبين بهذا الكلام يعني كما كنتم أيها العرب تذكرون آباءكم لأن دوارد عنه لما كنتم تفرغوا من الحج بتاعكم وتعودوا بقى تذكرهم بالمفاخر وتبذلوا جهدكم في الثناء على الآباء والأجداد أو حال زي ما قال بعض الصحابة والتابعين أو حال ذكر الصغير لأبيه وأمه دايما ينادي على أبيه وأمه لكن إنت أذكر الله أشد أو أشد ذكره بل اذكروا الله ذكرا أكثر من ذكركم آباءكم لأنه هو المنعم عليكم هو المنعم عليكم وعلى الآباء فهو المستحق للذكر والثناء مطلقة لأن صفات الكمال لله تعالى غير متناهية جل جلال الله ثم تكلم الحق تبارك وتعالى في سياق الآيات التي جاء في قلبها هذا الدعاء تكلم عن صنفين من الناس في دعائهم يعني في مسألتهم وفي طلبهم من ربهم صنف بيطلب حسنة الدنيا فقط وصنف بيطلب حسنة الدنيا والآخرة وبعد كده بيظهر لنا الصياق القرآن حال السائلين بعد ما طلبوا فقال الحق سبحانه وتعالى في الأول منهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني ده كان حال بعض الناس ومن هؤلاء الناس المشركين في دعائهم كانوا يسألون حسنات الدنيا لما هم في الحج وحسب طبعا هم كانوا بيحجوا إلى بيت الله العطيق وده من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام لكن أشركوا في عبادة ربهم جل في علاه وكان كل نصب أعينهم وكل ما كانوا يرجونه أنهم يطلبوا في الحج الإبل في الدعاء بقى يطلبوا ارزقنا إبل ارزقنا بقر انزقنا غنم ارزقنا زوجات أموال أبناء ده كان كل طلبهم منحصر في حسنة الدنيا فقط لكن هذا الصنف من الناس كما تقول الآية وما له في الآخرة من خلاق يعني ما لوش في الآخرة حظ ولا نصيد لأن كل همه وكل انشغاله بالدنيا فقط ونعيم الدنيا فقط مش مشغول بالآخرة مش مكترس بالآخرة والمؤمن في سيره إلى الله لابد أنه يبقى عنده حرص على حسنة الدنيا وحسنة الآخرة لأن حسنة الدنيا تقوده إلى حسنة الآخرة والفريق الثاني بقى وهو الذي وفقه ربه في دعائه فسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة فكان دعاؤهم كما أخبرنا المولى سبحانه وتعالى ومنهم يعني صنف التاني من الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والمتدبر والمتأمل والمدقق في هذا الدعاء يجد أنه اجتمل على دعوات جامعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني تضمن في سؤاله لخير الدنيا بأوجز لفظ وأوجز عبارة لكن معاني كثير قوي إيه خير الدنيا ده؟ إيه حسنة الدنيا؟ جمعت هذه الدعوة كل خير يتمناه العبد فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وستر وغنى وقوة ودار رحبة وزوجة صالحة حسنة برة وذرية صالحة قرة عين لصاحبها وأرزق واسعة وعلم نافع وعمل صالح ومركب مريح يعني سيارات بقى بيركبها داب من حيوان من مركبات يصنعها الإنسان من ثناء جميل في دنيا كل ده من حسنة الدنيا إلى غير ذلك من الحسنات والخيرات ودعوة هؤلاء الكمل الدعوة الثانية بتاعتهم الأول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن السيوش الأخرى اللي هي الملاذ والمقال اللي هيعودوا إليه الدعوة الثانية وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أي ربنا آتنا في الآخرة حسنة وهذه الحسنة لا شك إنها حسنة الآخرة حسنة الآخرة اللي هي الجنة لإن من لم ينل هذه الحسنة العظمى وهي الجنة يومئذ فقد حرم جميع الحسنات إيه أعلى حسنة الجنة وحيدخل بقى فيها ويدخل ضمنها باقي حسنات الآخرة اللي منها الأمن من الفزع الأكبر أهل الإيمان بيكونوا في أمن من أهوال يوم القيامة نعم هي أهوال يعني حتعم على الجميع لكن رغم شدتها ورهبة المؤمنين منها لكنهم في أمن من الفزع الأكبر أمن كذلك في تيسير الحساب دي حسنة الآخرة في سهولة الحساب وغير ذلك من الأمور والمرور على الصراط يكون دي برضو مرور بسرعة على الصراط حسنة النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كل دي من حسنة الآخرة اللي بيوفق إليها المؤمنون وغيرها كتير من الأمور اللي حنجدها إن شاء الله في الآخرة من الأمور الصالحة التي تسعد بها من الأمور الصالحة التي تسعد بها نفوس المؤمنين وقنا يوم القيامة والدعوة الثالثة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مابال عبد آتاه الله حسنة الدنيا وآتاه الله حسنة الآخرة ووقاه الله عذاب النار كل شيء فاز فاز ورب الكعب ولما يسأل المؤمنون ربهم وقنا عذاب النار ده يقتضي يقتضي تيسير الأسباب في الدنيا لهؤلاء بإنهم يجتنب المحارم الأسام ويترك الشهوات والشهوات والأشياء الحرام والشبهات ويتضمن هذا الدعاء الحفظ والرعاية والوقاية والعصمة من السيئات ومن عمل السيئات أو من كل الأعمال التي تؤدي إلى عصيانه سبحانه وتعالى فبيرزق التوفيق لأنه دعا ربنا وقنا عذاب النار وعنده حرص لأنه أكيد اللي حيواضب على هذا الدعاء بقلب يقض حي هو اللي حيوثق إلى أنه يكون من الموثقين في الدنيا باجتناب السيئات وفعل الصالحات وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن دعوا الله تعالى فقالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما وفقوا إلى سؤال ربهم بهذا الدعاء الجامع هذا الصنف الثاني من أهل الدعاء بهذا الدعاء الجامع عقب بيان جزائهم فقال يعني عقب بيان الدعاء بتاعهم كانت الإجابة لهذا الدعاء فقال أولئك إشارة إليهم إلى أصحاب هذه الدعوة الدعوة الكريمة بالحسنتين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فقال أولئك لهم نصيب النصيب يعني الحظ الحظ الوافر في الجنة كلمة النصيب بتطلق على حظ الإنسان من خير أو شر ولكن هنا في السياق بإشارة أولئك اسم الإشارة لتفخيم حال هؤلاء الذين يدعون ربهم يسألونه من خير الدنيا والآخرة مش بيسأل بس من خيرات الدنيا لأنه دخلل في الدعاء بيسألون الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة دول اللي بيسألوا ربهم وطامعين في عطاء الله طامعين في أن يحظوا ويفوزوا بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة لهم نصيب أولئك لهم نصيب لهم نصيب لهم حظ وافر من إجابة دعائهم ولهم حظ وافر من أنهم يكونوا من أهل الجنة مما كسبوا أي لأجل ما عملوا من حجهم وإتمام أعمال الحج وختام الأعمال بكثرة ذكر الله ويكثرون من ذكر الله أكثر وأشد من ذكرهم للآباء وللأجداد مما كسبوا من صوالح الأعمال في إخلاصهم من القيام بعبادة الحج والتضرع الخالص في الدعاء لأنه من ضمن أعمال الحج والعمرة من أعمال الحج إيه؟ الأذكار الدعوات الانتقالات فإحنا من ضمن ما نقوم به هو كثرة الذكر وكثرة الدعاء والانتقال من مكان إلى آخر وده ملخص لأعمال الحج وكذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لهم نصيبهم هذا النصيب الحظ الوافر من الخير بسبب ما كسبوا من أعمالهم الصالحة ختموا الحج ابتاحهم بكثرة الذكر والدعاء وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى وعادوا سائرين على طريق الحق المستقيم فليهم نصيب وافر من إجابة الدعوات ومن قبول أعمالهم وعبادتهم ومن دخولهم وفوزهم بالجنة والله سريع الحساب الله سريع الحساب سريع القبول لدعاء سريع القبول لدعاء عباده سريع الإجابة له هو سبحانه وتعالى عالم بجملة سؤالات السائلين فهو تعالى سريع الحساب يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدر لمح ويوشك للقيامة أن تقوم وللناس أن يحاسبوا فبادروا عباد الله إلى الطاعات واكتساب الصالحات واكتساب الحسنات بعمل الصالحات في دنياكم والحقيقة إن هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدعاء بهذه الدعوات الجامعات هو حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبادة لربه عز وجل وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما سئل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو عن دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به فذكر سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بقوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فنستفيد من هذا الدعاء المبارك أننا عندما ندعو الله تعالى نكتهد أن يكون دعاؤنا بجوامع الكلم تاني معنى جوامع الكلم أي الكلمات القليلات التي تتضمن المعاني الكثيرة والعظيمة والخير العميم والكثير الشامل الذي يشمل الخيرات والسعادات للإنسان في الدنيا والآخرة كمان بنتعلم أننا كما نحرص على سؤال الله تعالى من خير الدنيا يعني الإنسان بيسأل ربنا حاجات كتير تتحقق له في الدنيا من متاع الدنيا جميل الله سبحانه وتعالى يجيبه للداعي وإنت بتسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حوائجك وإنه يرزقك كده وكده ما فيش مشكلة لكن وإنت بتدعي لا ينبغي بحل من الأحوال أن ننسى سؤال الله تعالى الخير والفوز في الآخرة لإن ده منهج قرآني وهدي نبوي كريم يبقى احنا من خلال هذا الدعاء بنشوف منهج القرآن في فقه الدعاء عشان نتعلم ده نختم صوالح الأعمال بكثرة الذكر والدعاء نختم العبادات بالشكر لله سبحانه وتعالى لإنه هدانا أن نكون صائمين وأن نكون قائمين وأن نكون تالين للقرآن الكريم وأن نكون متصدقين وفقنا وفقنا إلى عبادته وهدانا إلى توحيده دي نعم نعم تستحق الشكر عشان كده جه في نهاية عبادة الحج أن احنا نكثر من كثرة الذكر والدعاء وكذلك في عبادة الصيام ختمت بالشكر لله سبحانه وتعالى فنكثر من هذا الدعاء وهذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم التي وجه إليها القرآن الكريم واتضح فيها منهج القرآن في فقه الدعاء أن يدعو الإنسان ربه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة كما علمنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين أجمعين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر